الزوج اللي بيغضب كتير ما بيقولش كلمة حلو طيب سبب غضب وإيه ما هو برضو خلينا انتوا عارفين ان انا لا باجي هنا ولا باجي هنا سبب غضب وإيه هل مثلا قالك على حاجة هو ما بيحبهاش وحاجة سهلة ممكن تعملها فانت قررتيها يعني نهى عن حاجة وانت قتتيها أو قال نبهك لشيء واتقرر لا ما حصلش اللي بيقوله بنعمله وتمام طيب هل فيه تنغيص في الثلاث حاجات اللي دايما بنقولها لقمته وفرشته وهدمته لقمته جاهزة ولا بيجي مش شغل جانه وبتقع ديه ساعتين تلاتة عبل ما الاكل يسوي حليني وبعدين ينام ويلاقيه بقى كده فانت نمتي وشاطت الدنيا والدنيا بازت لقمته جاهزة فرشته نضيفة مش داخل القضة تنمع مليك كعبل في لعب الاطفال ومعرفش السرية الملاية شكلها ايه والقضة مش شكلها شيء كده انا دخلت مرة عند الجالية من الجاليات كده ايش ده العرف عندنا قلت لها الله في غرفة النوم خلال بقيت الشق تقول لك لا ده حاجة خاص شكل الملاية شكل السرير شكل الاوضة مهندم ودي قطة مقدسة دي يبقى لقمته وفرشته وهدمته ما يجيش يقول لك بطلع البتعمل غسيلة اصلا هي عملت فانشف جوه الغسالة او اتعمل ومعرفش عطن فريحته فما بيجي يكوي ريحة مش عايزة يجي في قاعدة ولا في جلسة رجالة يقول لك ايه فيها لا انا عايزة اكي عشرة 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 عرف ادفع عنك فالتلات حاجات دول تمام اه بيغضب ليه اصوة شخصية غضوبة مع نفسه سيبي لما يغضب عارفة كده على قلبها مروح طب بص يا حبيبي انت معصب دلوقتي خلينا كده لما تهدى واجيجي اكلمك كمان عشر دقايق ادي له ربع ساعة وروحيله اعمل لك شيء طب اصب لك عصير اعمل لك قهوة انت وانت برداش اتعدكيش خلاص لأ واضح انك لسه غبانع قاليك برده قاليك على قلبك مروح لكن لا هو بتنرفز وقسم بالله عارفة انك بيبقى عندك حق وبتبقى ساعات الف مليون في المية ان انت الصح لكن اسلوبك في رد الفع اتجاه الغضب يختيق مضايا حقك يقوم جاي ساب الموضوع الاساسي بقى لهو غلطان فيه ويمسك بقى شفت منظرك شفت عماتي قعلتي صوتك علي شفت انت قلت ايه انت مز قلت مستت انت مش عارق ويعمل لا 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 ضيعوا عليهم الفرص دي تماما ساعة ما يجي يغضب وساعة ما يجي يعم انا هسيبك تهدأ لا ما هقولولو مش هينفع نتكلمه واحنا في مرحلة الغضب دي انت هتغلط انا وما نعالش لو انا عايز افضل احبك وانت نفسها فاما نهدى نتكلمه ويتعاود على كده مهما حصل يستفز هيستفز مهما حصل واستفزاز وعمل مش هي ما تكستجبيش ده رقم واحد رقم اتنين اختري الاوقات للكلام يعني احنا يا زوج يا حبيبي بعد اكلك وشربك والكلام ده احنا بس بنعض ربع ساعة بنشوف والله ابنك ده كذا ابنتك كذا انا محتاجة كذا دي المعايشة اليومية اما ليك يوم في الاسبوع وانا بقولك اهو يوم ملكي في الاسبوع ده بتاع حصلت في علاقة ما حصلتش مش مش مشكلة دي مش بتاعتنا دلوقتي لكن احنا اليوم الملكة دي ايه تشوف في نفسك واحدة ستة في عينه الله يبركنك الله يكرمك يشوف كذا بشكل معين بطريقة معينة زي ما قلنا مثلا كوالتي طايم ان انت وهو الوقت اسم وقت التلطف انت تسعديه هو يسعديك انتهت بعلاقة ده شيء يرجعلكم ما انتهتش مش مهم المهم ان احنا بنتكلم بطريقة ادمية ومحترم سامعين يا جماعة لكن اجي يبقى كل واحد متصيد للتاني وكل واحد بيطالب بحقوق انت عليك يا شوفتي قال لي خير ما يكنز المر امرأة صالحة مش هتعين على امر الاخر الكلام ده فاضي وهي شوف انت بقى وخيركم خيركم لحل وانت زفت وطيب فبتبقاش حياة ولا بتبقى جوازة والدنيا بتبقى صعبة اخر وصية وصيكو بيها يا جماعة عين وبعض باركعتين يا عمي صلي بيها ركعتين ركعتين بالعصر صلي بها ركعتين انت وبيتك وعيالة خش كده امي بيهم وتوقف العيال ركعتين اتنين وبعد ما تخلص الركعتين ادعي بيها اصلح حال زوجتي يا رب اصلح حال اولادي يا رب اكرمني فيهم يا رب اجعل ملايكة الارض والسماء علينا يا رب يا رب هدلنا بيتنا يا رب خلي البيت سكن ومودة هو ده ركعتين لكن انت سايب وهم هي سايبة وكل واحد في حال ودي تسمع لصحباتها وهو يسمع لجروب مش عايز اقول لكم جروبات الرجال عليها ايه اكسم يا مين بنلاحظ اطني مرأة اطلعوني وطلعوني وطلعوني في جروب الرجال اطني في جروب الرجال اليه اقول لك لأي دكتورة علشان تعرفي وتقولي الستان طب ما انت عليك بينصحوك يعني راجل راح يجيب لزوجته دية يا عمي ما تسبوك ولا ثلاث تلاف كومنتس عليك لا هتجرقها عليك وجيب لها هدية ليه وتتمرع ما تسبوه ما تسبوه يعمل بر تبتنسحو ولا النصاح التاني قول فلياكل خيرا اولي يصمت اولي يصمت عينوا بعض على الخير والله مالكو خلاص الا في كنف الله يا رب جعل لنا يا رب يصلح حال اولادنا يا رب يصلح حال زوجتي يا رب جعلها افضل امرأة في عيني ادعي يا بنت يا رب اجعل كلام يصل لقلبي زوجي اجعلني افضل امرأة في عيني يا رب اجعل خير زوجي على بيتي وعلى اولاد وعزبكة بنشر على بيتي وعلى اولاد